اشتركوا في القناة مع المستوى النحوي وهو الفصل الثالث من كتاب الميسر في اللغة العربية تعريف النحو النحو هو علم بأصول أو بخواعدة تعرف بها أحوال الكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء أو هو العلم الذي يتعلق بتركيب الجملة العربية من كلمات تذكرون عندما تكلمنا عن علم الصرف قلنا إنه ذلك العلم الذي يتعلق بالتغيرات الطارئة على البنية الداخلية للكلمة الواحدة مثلا لاعبة لاعب ملعب وهكذا لكن علم الصرف يتعلق فقط بالكلمة معزولة عن الجملة أما علم النحو فإنه يتعلق بتأليف الجمل من كلمات مثلا عندما قال أبو تمام في فتح عمورية السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب أظن أننا جميعا استمتعنا بموسيقى هذا البيت وبكلماته وبمعناه الجميل لكن لو بعثرنا نفس الكلمات وقلنا مثلا أنباء الحد السيف الجد اللعب في حده إلى آخر كلمات البيت لم يبقى المعنى الجميل على حاله مطلقا وهذا هو ميدان علم النحو أظن أن الكثير منكم وضع في ذهنه أمرا معين عن النحو لسان حال أكثركم يقول أنا لا أفهم في النحو شيئا للأسف الشديد اللغة العربية لغة جميلة جدا وهي لغة القرآن والنحو ليس صعبا وليس مستحيلا وتعلمه ليس كمن ينحط في الصخر ما أريده منكم فقط أن تعطوني وعدا بأن تحاولوا الفهم لا أريد أكثر من ذلك فقط المحاولة إنزع من ذهنك تلك المقولة التي وضعتها فيه بأنك لا تفهم شيئا أعلم أنك وأنك تفهماني الشيء الكثير فقط حاولوا أبناء الطلبة أن تفهم هناك مفاتيح أساسية للإعراض أول هذه المفاتيح الجملة العربية تنقسم بلا قسمين الجملة الإسمية والجملة الفلية فالجملة الإسمية في أبسط صورها تتكون بالمبتدأ والخبر أقول الطالب ذكي الطالب مبتدأ مرفوع بالضماء وذكي خبر المبتدأ مرفوع بالضماء الجملة الفلية تبدأ بفعل أقول اجتهد الطالب في دروسي اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر الطالب فاعل مرفوع بالضمة المقدرة في حرف جاب ودروسي اسم مجرور رغم مضاف وهذا الضمير في محل جاب مضاف إلي هذه أول قاعدة الآن كل اسم يقع في بداية الجملة الإسمية هو مبتدأ سواء أكان هذا لسم اسما ظاهرا مثلا الشجرة مورقة الشجرة مبتدأ مرفوع بالضماء والشجرة اسم ظاهر أو كان ضميرا مثلا هي مجتهدة فهي ضمير منفصل المبنى على الفاتح في محل رافع المبتدأ ومجتهدة خبر المبتدأ مرفوع بالضماء ثانيا كل مبتدأ لا بد له من خبر هذا الخبر سواء أكان موجودا أم كان محذوفا ليس هناك مبتدأ بدون خبر والخبر أيها الطلبة الكرام هو الجزء من الكلام الذي يثمه مع المبتدأ المعنى المفيد أقول الطالب مجتهد الطالب مبتدأ ومجتهد أتمت المعنى إذا فهمت أنا أن الطالب مجتهد لكن عندما أقول هذا الطالب ما باله الطالب ليست الخبر الطالب بدأ من اسم الإشارة هذا فإذا أتممت الجملة بكلمة مجتهد تم المعنى إذا الخبر هو الجزء من الكلام الذي يثمه مع المبتدأ المعنى المفيد إن لم يكن الخبر موجودا فإننا نقدر مثلا يقول جرير في رثاء زوجه عندما توفيت لو لا الحياء لهاجا استعضار ولا صرط قبرك والحبيب يزار كلمة الحياء نعرفها مبتدأ مرفوع بالضم طيب أين خبره خبره محذوف موجوبا وهذه قاعدة نحوية المبتدأ بعد لو لا يحذف خبره موجوبا وتقدير الكلام لو لا الحياء موجود لهاجن استعباب بالنسبة للمبتدأ المبتدأ لا يكون إلا مفردا أو يمكن أن يؤول بمفرد كقوله عز من قائل وأن تصوم خير لكم أن الناصبة المصدرية والفعل المضارع بعدها تؤول بصومكم خير لكم بعد أن نعرف الإعرابي تصيلنا كله المصدر المؤول في محال رافع مبتدأ أما الخبر فيمكن أن يأتي مفرد أو شبه جملة بنوعيها أو يأتي جملة اسمية أو جملة فعلية وهكذا مثلا الخبر الجملة الفعلية عندنا الجملة الموجودة أمامكم أمامكم القمر يضيء بالله القمر مبتدأ مرفوع بالضمة يضيء فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستثير تقديره هو يعود على القمر والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ومن الليل جار ومجهور بالنسبة للجملة الثانية الطالبات محترمات هنا الخبر مفرد المقصود بمفرد يا كرام أي ليس جملة ولا شبه جملة الطالبات مبتدأ مرفوع بالضمة ومحترمات خبر المبتدأ مرفوع بالضمة أما عندما نقول الخبر الجملة الاسمية مثلا الطالبات لباس هن محترم نقول الطالبات مبتدأ أول مرفوع بالضمة لباس مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة وهي مضاف والضمير هنا في محل جر مضاف إليه ومحترم خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول عندنا الخبر شبه الجملة الاسفور في العش الاسفور مبتدأ مرفوع بالضمة في حرف جار والعش اسم مجهور بفيه وعلى مجهر الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجهور في محل رفع خبر المبتدأ مثلا الكتاب على الطاولة الكتاب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على حرف جار مبني على السكون لا محل لهما الأراب والطاولة اسم مجهور بعلى وعلامة جار الكسرة وشبه الجملة من الجار والمجهور في محل رفع خبر المبتدأ وهناك الخبر من شبه الجملة الظرفية من ظرف الزمان أو ظرف المكان وبعده المضاف إليه مثلا أقول الموعد بعد العصر الموعد مبتدأ مرفوع بالضمة بعد ظرف زمان منصور وهي مضاف والعصر مضاف إليه مجهور بالكسرة وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر المبتدأ أقول القائد بين الجنود القائد مبتدأ مرفوع بالضمة بين ظرف مكان منصور وهي مضاف والجنود مضاف إليه وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر المبتدأ أرجو أن تفهموا هذه القاعدة وأن تحفظوها جيدا بعد ظرف الزمان والمكان يأتي دالما المضاف إليه بالنسبة للحروف جميع الحروف مبنية وتبنى تبعا لنطقنا للحرف الأخير يعني أقول إن حرف توكيد ونص مبني على الفاتح عندما أقول الطفل كالقمر الكاف أقول عنها حرف جار وتشبيه مبني على الفاتح عندما أقول لله الأمر من قبل ومن بعد إلا حرف جار مبني على الكسر لا محل لهم للإعراء عندما أقول خلق الإنسان من طين مثلا أقول من حرف جار مبني على السبو لا محل لهم الهراء وهكذا كل فعل لابد له من فاعل هذا الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا مثلا عندما أقول أكلت أكل فعل ماضي مبني على السكون لانتصاله بتاء الفاعل هذه المتحركة هذه في محل رفع فاعل وأرجو أن تفرق بينها وبين تاء التعنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراء مثلا عندما نقول ذاكرت فاطمة دروسها ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر والتاء التعنيث الساكنة لا محل لها من الأراض أما الفاعل فهو فاطمة فاعل مرفوع بالضغمة بالنسبة للضمير المتصل بالفعل يمكن أن يغرب فاعلا ويمكن أن يغرب مفعولا به تبعا لموقيه في الجملة مثلا عندما أقول لعبت الكرة فالتاء هذه تاء المتكلم أو تاء الفاعل تعرب فاعلا لكن عندما أقول ضربني الجندي بشراسة فإياء المتكلم هذه هي في محل نص مفرول به أما الضمير إذا اتصل بالاسم فإنه دائما يعرب مضافا إليه وليس له أي إعراب آخر مثلا أقول كتابي أقول وطننا أقول أخلاقي كلها الضمير هنا في محل جر مضاف إليه إذا اتصل الضمير لكان وأخواتها أو إن وأخواتها فإنه يعرب اسما لكان أو إحدى أخواتها أو إن أو إحدى أخواتها مثلا يقول عزم القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانوا خليلا من الليل ما يهجعون فهو الجماعة اتصرت بكأن الفعل الماضي الناقص وهو الجماعة هذه ضمير يعرب في محل رفع اسم كان وعندما أقول إنه مؤدغ فهذه الضمير التي اتتصرت بإن الناصبة المؤكدة أيضا ضمير المتصل مبني على الضم في محال النصب اسم إنه طبعا من نافلة القول إن كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أما إن وأخواتها فإنها حروف ناسخة تدخل أيضا على الجملة الاسمية لكنها تعمل عكس عمل كان وأخواتها فتنصب المتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها هناك هناك العديد من الأخطاء التي قد يقع فيها المتكلم أو الكاتب أحيانا عند استخدامه لكان وأخواتها وإن وأخواتها وبخاصة إذا تأخر اسم كان وأخواتها أو اسم إن وأخواتها يعني نحن ليس من الضروري أن نسير مع الجملة بخط الأفقي ليس من الضروري أن يأتي اسم كان مباشرة بعدها أو اسم إن مباشرة بعدها قد يتأخر لكن تأخره لا يغير من إعرابه شيئا مثلا عندما أقول كان بين الحضور ثلاثين سيدة هذه الجملة فيها خطأ وهو كلمة ثلاثين أساس هذه الجملة يا كراء بين الحضور ثلاثون سيدة بين ظرف مكان منصوب وهي مضاف والحضور المضاف إليه مجهور بالكسرة وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم ثلاثون مبتدى مؤخر مرفوع بالوال لأنه من ولحقات جامع المذكر السالم وسيدة تمييز منصوب بالفتحة طيب دخلت عليها كان لن يتغير الإعرار فقط ثلاثون بدل أن كنا نقول إنها مبتدى سنقول إنها اسم كان إذن تصويب هذا الخطأ هو كان بين الحضور ثلاثون سيدة وستقول في إجابتك لو جاءك مثل هذه الجملة في الاختبار ستقول الخطأ ثلاثين وصور ثلاثون لأنها اسم كان مؤخر مرفوع بالوال الجملة الثانية لم يكن في البيت أحدا لم يكن في البيت أحدا الخطأ هو في كلمة أحدا فأحدا هي اسم يكن مؤخر إذن لا بد أن تقول لم يكن في البيت أحد بالنسبة لإن وأخواتها أيضا عندما نقول إن الله رحيم إن حرف توكيد ونص لفظ الجلالة اسم إن مرفوع بالضمة ورحيم خبر إن مرفوع بالضمة أما في الأخطاء مثلا الجملة الأولى إن للآباء علينا حق أساس الجملة للآباء علينا حق فحق هي المبتدأ المؤخر عندما تدخل عليها إن المبتدأ يصبح اسم إن ولا بد أن يكون منصوبا في هذه الحالة إذن إن للآباء علينا حقا هذا هو الصور إن في الكلية زائر مهم هذا هو الخطأ في كلمة زائر وكلمة مهم إن في الكلية زائرا اسم إن منصوب مؤخر ومهما صفة أو نعت منصوب أيضا بالفتحة لأن الصفة تتبع المنصوب بالنسبة للمثن المثنى المثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونو أقول معلم معلمان وطبيبة طبيبتا المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر باليام مثلا أقول جاء الطالبان جاء فعل ناضي مبني على الفتح الظاهر الطالبان فاعل مرفوهم بالألف لأنهم مثنوا أقول مررت بالمزارعين بالمزارعين الباء حرف جر والمزارعين اسم مجرور بالباء وعلامة جر ليا لأنه مثن أقول إن اللاعبين ماهران إن حرف توكين ونص اللاعبين اسم إن منصوب بالياء لأنه مثن وماهران خبر إن مرفوع بالآلف لأنه مثن بالنسبة للأخطار في قضيات المثن مثلا عندنا الجملة ينبغي التفريق بين القصة والأخصوصة كأنصران من عناصر الإنتاج الأدمي هنا عندنا خطأ وهو كأنصران معروف أن الكاف حرف جر إذن لابد أن أقول كأنصرين لأنها باسم مجرور ومدام هذا الاسم مثن إذن يجر بالياء اللاعبين الجيدين غالبين هذه جملة اسمية ابتدائية مبتدى وخبر إذن لم تدفل عليها لا كان أو إحدى أخواتها ولا إنا أو إحدى أخواتها إذن اللاعبان الجيدان غالبان هذا هو الصواب اللاعبان مبتدى مرفوع بالألف لأنه مثنى الجيدان ليست خبرا وإنما نعت مرفوع بالألف لأنه مثنى والخبر هو غالبان هو الذي يتم المعنى غالبان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى بالنسبة لإعراب جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة وومون في حالة الرافع ويأون في حالتي النص والجم إذن علامة رفع جمع المذكر السالم هي الوار وعلامة نصبه وجره هي اليد أقول المعلمون مخلصون المعلمون مبتدى مرفوع بالوار لأنه جمع مذكر سالم مخلصون خبر المبتدى مرفوع بالوار لأنه جمع مذكر السالم الآن أريد أن أؤكد هذه الجملة لو طلبت من أي واحد منكم وكلكم قادر على ذلك أن يدخل عليها إن فإن فإن أسمعكم جميعا تقولون إن المعلمين مخلصون أصبحت المعلمون اسم إنا إذن يجب أن تنصر فالمعلمين اسم إنا مقصوب بليا لأنه جمع مذكر سالم ومخلصون خبر إن مرفوع بالوار لأنه جمع مذكر سالم ولو طلبت منكم أن تجعلوا كلمات المعلمين وكلمات المخلصين مجرورة فإنكم لا بد ستضعونها في مثل هذا التأكيد مثلا سلمت على المعلمين المخلصين على حرف جار والمعلمين اسم مجرور بعلا وعلا مجره اللياء لأنه جمع مذكر سالم والمخلصين نعت مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم بالنسبة للأخطاء والتصويب لهذه الأخطاء عندنا مثال أضحى المحتلين جبناء المحتلين هي جمع المحتل إذن هي جمع مذكر سالم أضحى مرة مرة منها قبل قليل إنها من أخوات كان إذن اسم كان لابد أن يكون مرفوعا أضحى المحتلون هذا هو الصواب اسم أضحى مرفوع بالغاو لأنه جمع مذكر سالم وجبنا خبر أضحى منصوب بالفتحة المثال الثاني لا شك أن اليهود مصاصي دمى الآن أساس الجملة اليهود مصاصو دمى عندما دخلت عليها إن أو دخلت عليها أن أصبحت لا شك أن اليهود مصاصو دمى لأن مصاصو هي خبر أن ومعروف أنها لا بد أن تكون مرفوعة فهي مرفوعة بالواب لأنها جمع مذكر سالم طبعا أنه محذفت للإضافة بالنسبة للأسماء الخمسة الأسماء الخمسة نوع خاص من الأسماء أب حم ذو فو وأر هذه الأسماء لا قاية خاصة بها فيتوفر بالواب وتنصب بالألف وتجر باليا أرجو أن تنتبهوا عند تناولنا للأمثلة وللجمال إلى أمر مهم وهو أنه لابد أن يأتي بعد كل اسم من الأسماء الخمسة مضاف إليه مباشرة سواء أكان اسما ظاهرا كقولنا أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمة بكر تعرف مضافة إليه والضمير كقولنا أبوه كريم فهذا الضمير هذه مبنية على الضم في محل جر أيضا مضاف إليه أقول كمثال على الأسماء الخمسة المرفوعة جاء أخوك ووصل أبوك من السفر فأخو وأبو فاعل مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة وهي مضاف وكاف الخطاب في محل جر مضاف إليه بالنسبة لأمثلة المنصور الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام وجاء أباهم عشاء يبكون أباهم أبا مفعول به منصوب بالألف لأنها من الأسماء الخمسة والضمير هم في محل جر مضاف إليه ومثال الجر كقولنا مررت بذي مال الباء حرف جر وذي اسم مجرور بالباء وعلى مجر اليالي أنها من الأسماء الخمسة وهي مضاف ومال مضاف إليه وذو بمعنى صاحب بالنسبة للأخطاء الشارعة في موضوع الأسماء الخمسة وتصويبها مثلا عندنا مثال أباك ذا فض الآن هذه جملة ابتدائية لم تسبق لا بك أنا ولا بإن إذن أبوك ذو فض أبو مبتدأ مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة وهي مضاف وكاف الخطاء في محل جر مضاف إليه وذو خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة وهي مضاف وفضل مضاف إليه مجرور بالكسرة المثال الثاني قالت فتاة لحميها أين أباها كلمة حميها سليمة اسم الأسماء الخمسة مجرور بالله وعلى مجره ليس فيها مشكلة الخطأ هو في كلمة أباها أين أباها أباها له محلها الأرابي أن تكون مبتدأ مؤخرا إذن أين أبوها التصويب أبوها أبوه مبتدأ مرفوع بالواو لأنها من اسماء الخمسة وهي مضاف وإلهاء في محل جار مضاف إليه أبناء الطلبة أكتفي بهذا القدر سائل لله عز وجل لكم التوفيق دائما على أمل لقاء بكم في لقاء قادم بإذن الله لنستكمل المستوى النحوي وفي لقاءات بعده نستكمل كتابنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته